اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الجدي من يوم 22-12-2019 لغاية 2021 عطارد في برج الجدي لغاية مساء يوم 16 وبعدها بنتقل للدلو الزهرة في الدلو وبنتقل مساء يوم 13 للحوت المريخ في العقرب وبينتقل ظهر يوم 31 بعدها للقوس المشتري في الجدي وزحل في الجدي اورانوس ما زال بيتراجع في عملية تراجع في برج الثور لغاية فجر يوم 11 نبتم في برج الحوت وبلوتو في برج الجدي بالنسبة للزوايا الخطرة او المؤثرة خلال هذا الشهر اللي بتبلش طبعا قبل بثلاث ايام من تكوينها وفي زوايا راح تتأثر قبل تقريبا باسبوعين او ثلاثة يعني اثارها بلشت تبين وفي اشياء بلشت اثارها تبين من خلال نهاية شهر 12 او منتصف شهر 12 الزوايا هاي عنا يوم 12 واحد يقترن عطارد مع زحل ومع بلوتو وكوكب زحل راح يقترن برضو مع كوكب بلوتو يوم 13 واحد راح تقترن الشمس مع بلوتو ومع زحل يوم 23 تربيع الشمس مع اورانوس يوم 28 تربيع المريخ مع نبتون طبعا احنا حكينا الشمس الها بالقيادات والجيش الها بالحكومات باصحاب القرار اورانوس الو علاقة بالانقلابات الو علاقة بالثورات الو علاقة بالاغتيلات الو علاقة بالاشياء المفاجئة بلوتو الكوكب اللي بيقلب كل شيء رأس على عقب في لحظة زحل المعلم الصارم المريخ اللي راح يكون موجود طبعا في برج ناري وهو تكوين النار الو بالحروب والو بالنار والو بالاشياء اللي مش سهلة طبعا تكوين الكواكب هاي بما انه اغلبها راح تكون موجودة بالجدي والجدي معروف عنه بداية موسم الشتاء فرح تكون التأثيرات يعني والله اعلم الهاي علاقة بالطبيعة نشوف الطبيعة ايش راح تعمل في خلال الفترة هاي ممكن امطار ممكن ثلوج ممكن اعاصير بس اعاصير ما مش بتخوف يعني اعاصير انها بده تشيل البلاد يعني ممكن ايشي العلاقة بالنار بما انه المريخ بلوتو اورانوس والمريخ برضو الهم بالقيادات العسكرية يعني بدنا نشوف احنا خلال فترة اخر عشر ايام من الشهر هاد ايش الاثار اللي ممكن تصير او الاحداث اللي ممكن تصير وبعدها منشرحها احنا ومنشوف ايش الاشياء اللي صارت ما بدي اعلق على اي شيء ما بدي اتنبع باي شيء وما بدي اتوقع باي شيء خلي الامور ماشي على تسهيل المولد بالنسبة لما وليد العذراء هذا الشهر هذا الشهر بوعدك بحظ عاطفي ومالي وفرصة للنساء للدخول في حمل بتنشحن بطاقة ايجابية وفرص ايجابية وعاطفية وبتزيد من الحياة الترفيهية ورومانسية بالنسبة للك وبتنشط في العلاقات الاجتماعية وبتسارع في المصالحة او التعارف ممكن تحملك هاي الفترة افرح سارة او اخبار مفرحة او نجاح ومن الممكن الوقوع في الغرام من نظرة اولى لان المشاعر شوي جياشة بالفترة هاي وخصوصا وجود الشمس في الجدي والمشتري في الجدي هذا بيتك الخامس وبما انه برضو الزهرة في مكان ممتاز فما رح تكون الهموم كثيرة حاول انك تستغلها وتستغل وتجهز حالك للشهر القادم لانه بعد عشرين الشهر ترتفع وطيرة العمل وبتزيد المسئوليات حادر من التوتر العصبية مع احد الزملاء او المقربين اليك انتبه لوضعك الصحي ولا تهم الوضع صحي قديم هاد كله بعد عشرين الشهر بالنسبة للفكر والدراسي والاسفار يعني هذا بيزد من تأثيرك وسلطتك هذا الشهر على محيطك وهي فترة مناسبة للدراسي والنجاح والمباريات والمنافسات والتنقلات ولكن بدك تنتبه انه يعني المريخ في بيتك الثالث شوي يعني ها ها بحذرك انك بممكن تطيش شوي فترتكب بعض الاخطاء اثناء سياقة بالنسبة للمال والعمل يعني هاي الفترة بتعطيك نوع من انواع الانسجام مع رفقائك في الوسط المئهني وبتتمتع بصحة جيدة بصير عملك ممتع وبتزيد حيويتك وصحتك ممكن يعني صير فيه شوية هيك لوعك صحية بس انه مش مدة طويلة يعني زي فلوانزة رشح شغلات زي هيك شد ظهر آلام بالرقبة شغلات مثل هيك او التهابات بالرئة يعني امور ثلث اربع تيام وسبوع زمان وبتنتي وصحيح انه ممكن انه يصير عندك في وقت ان انتحاس الكواكب انه بعض المتاعب في عملك ولكن برضو مش الامور الخارقة اجلها يومين ثلاثة وان شاء الله انها بتنحل فترة مناسبة برضو لاجراء اي تغيير على المستوى المهني بالنسبة للعائلة والوضع الاجتماعي والزوجي او الزوجية او الارتباط هاي تمنحك الفترة هاي تقدير الجنس الاخر يعني محبوب وبتحقق النجاح من مشاريعك وارباحك ممكن عن طريق معاملات عقارية او الها علاقة بالعقارات فترة مناسبة للتسلي وترويح عن النفس اجتماعيا طبعا تجد صعوبة في التواصل مع شركائك او مع زوجتك اذا كنت متزوج او اذا كنت مش متزوج مع الطرف الاخر احاول انك انت تكون شوي دبلوماسي لحل هاي المشاكل تعرف لقاءاتك بتكون ممتعة بشهر هاد يعني بوضع الكواكب اللي موجود حياتك العاطفية ممتازة بتقضي اوقات ممتعة وفترات ممتازة لتحقيق اي نجاح فكري او ادبي في بعض الاوقات رح تكون شوي متردد ممكن تسمع خبر غير صار عن شخص يريب اليك ان شاء الله انه يكون الخبر خير وجود الزهرة في بيتك السابع هاي شوي ممكن انها تركز على نقطة انه يصير الشخص بحب المديح والاطراء وشوي بتخلي هيك في عنده نوع من انواع المراوغة في عواطفه حاول انك تركز على النقاط السلبية هاي وتجنبها ما تخليها تركز على نفسك المريخ بنبهك بتكون تجنبوا مواجهة مع افراد العائل ويحضروا النيران والادوات الحادث المشتري بيحكي لك هاي فترة من الحظ في العاطف وفي المال منهم بيبدأ علاقة عاطفية قوية ومنهم بتأدي هاي العلاقات للزواج والارتباط في فترة لاحق اما النساء اللي بيعانوا من صعوبة في الحمل هاي الفترة ممتازة جدا لعمل زراعة او لاجراء علاجات بيهتموا في الحفلات والرحلات بشكل كبير بيسمعوا ايضا اخبار سارة تتعلق بانجازات لأحد ابنائهم زحل بيحكي لهم ديروا بالكو بدكو تنتبهوا وكون عندكو حذر في علاقاتكو العاطفية في بعض العلاقات معرضة للانتهاء والفشل بيحكي لك هاي الفترة في فرصة غير متوقعة لسفر بعيد او عرض دراسي جديد او شيء له علاقة بالاسفار او الهجرة بلوتو بيحذر من مطبات عاطفية نيبتو بعطيك دعم بالشراكة سواء كانت في العمل او في العاطفية هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا الشهر وفي النهاية والله اعلم احنا منتوقع ما منعرف ايش اللي ربنا كتبه يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم استغفرك واتوب اليك سلام